خلونا نستقبل ونتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة دكتور شريف أنا برحب بحضرتك في الحقيقة في البداية أهلا بك أهلا وسهلا سهلا سيدة نادة أزياد حضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين أهلا بحضرتك يا فن من 15 ل20 ألف حالة في شهر دي قصة نجاح في الحقيقة لمعهد الأورام الخاص طبعا بجامعة المنصورة لو تحكي لنا أكتر عن القصة وإزاي وصدنا اللي هنا يا فن هو طبعا مركز الأورام بدأ إنشاؤه عام 1984 ويعتبر نقطة التحول من ضمن المراكز التي أنشأت في جامعة المنصورة وهذا المركز أنشأ على مبنى يسعى له أقصى من 11 دور ومساحته الإجمالية 22 ألف متر يضم عدد من العيدات الخاصة بالعمليات والكشف على المرضى وكذلك التدريب في أيضا قسم خاص بالتدريب على التدريب بالنسبة للعمليات أيضا هذا المركز يعتبر من المراكز على مستوى الأفريقية أو المستوى الوطن العربي اللي يتم الاعتراب به من الجامعية الأوروبية باعتباره مركز لتدريب على العمليات الخاصة بالنساء اللي هي الأورام النسائية والحياة طبعا ده تكريم حدث يوم الخميس الماضي من فخامة رئيس الجمهورية ويعتبر من ضمن هذا مركز الأورام من ضمن المراكز التي تميز بها جامعة المنصورة بالإضافة إلى مركز الكلا ومركز الجهاز الهضمي والمستشفى التخصصي البطن التخصصي وأيضا مستشفى الجامعة واعتبر من أقدم المستشفىات في جامعة المنصورة في الحقيقة جامعة المنصورة زاخرة بالقطاع الطبي وتعتبر قلعة الطب على مستوى الشرق الأوسط احنا يمكن نشوفنا كمان الجامعة الأهلية التابعة لجامعة المنصورة وبرضو عشان نوضح للسيدر مشاهدين الصورة في النقطة دي احنا يمكن المنصورة دلوقتي بنتكلم على أن فيها تلات جامعات الجامعة اللي يمكن السيد الرئيس كان بيزورها وهي جامعة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة والجامعة الأهلية التابعة لجامعة المنصورة تمام يا فندم وطبعا في خامة الرئيس افتتح جامعة المنصورة الجديدة إنما في جامعة أهلية اسمها جامعة المنصورة الأهلية هي حتى الآن تخضع لإشراف جامعة المنصورة للأمة للحكومية إنما هي لها قانون خاص ولها قانون يعترف باستقلاليتها ونحن نتولى الإشراف عنها لحين تعيين مجلس أمناء وتعيين رئيس لهذه الجامعة هذه الجامعة انشئت من الجامعات الجيل الرابع وده تلبية لخطة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 وتعتبر من جامعات الجيل الرابع نظرا للتخصصات التي تتضمنها الحقيقة هذه الجامعة انشئت على مساحة 56 فدان تم في المرحلة الأولى بناء ما يقرب من 85% من مرحلة الأولى وهي 10 مباني تم تجهزهم بالكامل الدراسة بدأت في أول أكتوبر في أربع كليات كلية الطب، كلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية طب الأسنان الحياة فيها 6 برامج متميزين بيلبسوا سوق العمل واحتاجات سوق العمل وصل عندنا عدد الطلب النهاردة في 6 برامج 1180 طالب الحمد لله فيها معامل، فيها مدرجات، العاملات التعلمية منتظمة تم الانتداب من أعضاه تدريس والجهاز الإداري من جامعة المنصورة ما يقترب من مئة عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة وجهاز إداري فالحمد لله تعتبر الأمور مستقرة فيها حتى الآن إن شاء الله طب دكتور شريف يعني يمكن إحنا بنشوف الجامعات المصرية في الحقيقة حققت نجاحات كبيرة قوي في الفترة اللي فاتت في الجزء المتعلق بالبحث العلمي وبقى فيه إصدارات وجامعات كثير قوي بيخرج منها أبحاث علمية عايزة حضرتك تكلمنا عن هذا الدور سواء في جامعة المنصورة وهل جامعة المنصورة الأهلية أيضاً بتشارك في الدور المتعلق بالبحث العلمي ألا لا؟ هو طبعاً جامعة المنصورة جامعة عريقة وامشئت منذ عام 1972 مضى عليها 50 عام عدد الأبحاث المنشورة عالمياً ما يتجاوز 26 ألف بحث على مستوى العالم في مجلات عالمية محكمة الحقيقة طبعاً إحنا فيه تصنيفات عالمية إذا تصنيف شمعفائي يعتبر من أهم التصنيفات في عام 2020 كان ترتبنا 800 على مستوى العالم في عام 2021 ترتبنا أصبح 700 على مستوى العالم هذا العام ترتبنا 600 إذن فيه تقدم في عملية البحث العلمي والأول مرة فيه تصنيف تايمز يتم الاعتراف بالعلوم الإنسانية والاجتماعية وأصبح ترتبنا من 300 إلى 400 على مستوى العالم وكذلك الأمر فيه تصنيفات أيضاً اللي هو خاصة بالطايمز البرطنية أكدت بأن جامعة المنصورة هي الأولى على مستوى الجماعات الحكومية والـ 14 على مستوى الدول العربية فطبعاً جامعة المنصورة لها تاريخ عريق في البحث العلمي وده الحمد لله بفضل الأساتذة رؤساء الجامعة الصابقين وأسادة النواب الصابقين والحاليين اللي كان لهم تاريخ فيه توجيه البحث العلمي في هذا القطاع أما عن جامعة المنصورة الأولية وهل يا دكتور الأبحاث العلمية زي برضو سهمت في النجاح الكبير الحق أو معهد الأورام اللي شفناه ويمكن لابسناه الفترة اللي فاتت؟ بالتأكيد لأن معهد مركز الأورام بيكون بدور خاص بالعلاجي ودور خاص بالتدريب وأيضاً دور بحسي فمن ضمن أهدافه الأهداف البحثية وبالتالي الأهداف التدريبية وده كان له دور في أنه يكون من المراكز الأولى على مستوى العالم خارج إطار أوروبا اللي يحصل على الاعتراف من الجامعية الأوروبية للجراحات الأورام النسائية طيب شايف إزاي دكتور اللي يمكن حضرتك وإنت بتتكلم على الجامعة الأهلية التباعة لجامعة المنصورة اتكلمت على التخصصات الجديدة وإن هي جامعة هتفيد سوء العمل شايف إلى أي مدى وجود هذه الجامعات دلوقتي يمكن في مصر هيساهم في حل أزمات كتير سواء أزمة متعلقة بثقافة يمكن المجتمعية لكليات القمة على سبيل المثال الأزمة المتعلقة بأن الخرجين كتير أوي مش بنلاقي فيه تلبية لاحتياجات سوء العمل من خرجين جامعات مثلا بعينها إلى أي مدى الجامعات دي ممكن تكون هتخفف شوية من وطئة الأزمة دي هو بالتأكيد هيكون لها دور في تخفيف العيب عن الجامعات الحكومية هتلبس سوء العمل خاصة التخصصات والمواد التي يتم تدرسها الأول مرة في هذه القطاعات أيضا تطبيق نظام جديد يتطفق مع التطورات العالمية وبالتالي أن المفترض الخرج بتاعي يكون لديه القدرة على المنافسة المحلية والدولية ولذلك تم إعداد اللوائح بطريقة تتطفق مع السوق العالمي فعندنا نظام الساعات المعتمدة بيتم تطبيقها بنسبة 100% نظام الجودة بيتم تطبيقها من أول يوم في الدراسة تحليل الورقة اللي بتحنيها فيه أمور معينة بيتم اتباعها اللي كان المفروض ناخدها في الاعتبار عند إنشاء أي جامعة فإحنا الحمد لله مطبئين كل هذه القواعد منذ بداية الدراسة والتصحيح إلكتروني وكل الكلام ده يا دكتور إحنا طبعا جامعة المنصورة لها بيع كبير جدا في مسألة التحول الرقمي سواء في الكتاب الإلكتروني أو فيما يتعلق بالتصحيح الإلكتروني أو الامتحانات الإلكترونية فالحمد لله سواء هنا أو في جامعة المنصورة الأهلية يعني بيتب تطبيق هذا النظام إحنا بدأنا في التحول الرقمي بالنسبة للكتاب الإلكتروني من العام الماضي وإن كانت بعض الكليات زي كلية الحقوق وكلية التجارة بدأت في تحويل هذا الكتاب إلى الكتاب الالكتروني منذ أكثر من خمس سنوات وعندما لجأ المجلس الأعلى للجماعات بتطبيق هذا النظام في مرحلة الليسانس والبكالوريوس كانت جامعة المنصورة صباكة في هذا المجال وكانت بيط خبرة في نقل خبرتها لباقي الجماعات التي تم الاستعانة بها في كيفية تحويل المكرر الجامعي إلى مكررات الالكترونية وده وفر الأوراق والاستراض اللي كان ممكن نتعرض له في الأولى الأخيرة فكان ده يعتبر تحول مسبوك في جامعة المنصورة أيضا التصحيح الالكتروني عندنا الحمد لله أكثر كل معظم الكليات النهاردة بتطبق نظام التصحيح الالكتروني وده بيؤدي إلى الشفافية والموضوعية والبعد عن التصحيح اللي ممكن فيه اعتبارات نختلف أو نتفق فيها وخلينا نقول برضو يا دكتور ناو بيطمن يمكن برضو الطالب يعني بيحلي طالب عنده الطالب بالزبط ده حقيقة الطالب بيبقى خارج من الامتحان عارف أنه هو حيجيب تقدير كام أو دركته ايه بالزبط هو في الحقيقة بالأرقام اللي حضرتك قلتها ده دكتور المجهود اللي قامت بيه جامعة المنصورة يستحق التكريم ويستحق أن احنا نبارك لحضراتكو في الحقيقة وان شاء الله كل سنة فيه مزيد من التقدم أنا واشكر حضرتك دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة شكرا جزيلا لحضرتك شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر